اليوم سنرى هذا الكونسيبت مهم بالنسبة لجارة سكيبت ويب ديفولبر وهو الـ functions لأن جارة سكيبت في الناس يعتبر functional programming language ليس هو أنه ينطي أجه كان واحد المثل لكي تستطيع تعمل بـ OOP من الـ class keyword ولكن الوكي في الناس يعتبر جارة سكيبت في الناس يعتبر جارة سكيبت في الناس اليوم سننطيع الـ functions وكيف هم وكيف نستطيع أن نعمل بها اوكي أبدا نذهب على الـ problematic التي تأتي لها وحد الـ functions مثلا تريد أن تريد واحد الـ addition للـ numbers وتريد الجمع للجوجة للأرقام ماذا تريد؟ تريد مثلا تريد الـ variable الأولى number one وتعطيها value وتريد الـ variable الثاني number two وتعطيها value ومن بعد تريد واحد الـ variable result وتريدهم الجمع بالجوج number one plus number two لذلك تريد الـ arithmetic الكود عندك هنا أعطيك result لذلك تريد الجمع للجوجة للأرقام أعطيتك الأرقام manually أول شيء هذا الكود ليس مانتينبول أول مانتين الله على أنك لا تريد ما يريد Noch-وش مثل تريد subtraction أو بعض مع المجموع أو موضل أو تضع أي وقت أعطيها لذلك ستقدم للجوجة على القرام ومثل تكون الكود أول شيء مانتين بعد الأخرى لا تريد المهم وتخدم بيه في بلاسه دي مخصص تديلي كوب يكولي له كامل وما كنش واحد البيزنس لوجيك اللي هي فيها واحد الرابيين دي الكولت دونك تكتب الكود بهذا الطريقة رأيها تكفيزات بار كونتا ما يمكنش تأجستيه وتماندينه في اللونج ترم دونك الوبجيكتيف دي الفونكشنز هو ندير واحد الرابيين دي الواحد اللوجيك وفي بلاسه وحده دونك نجمع حلوك نستطيعه على مثلا بغن نكري واحد الكالكوليدر غدي نجمعه مثلا واحد الكالكوليدر إما فونكشن واحدة إما نقدر نديره مالتيبول فونكشنز للإديشن سيبتراكشن ديفيجن والموديلو ونجمعهم كنستة فونكشنز فواحد المينوان دونك انجينيرال هنا اشنو غيرت نوصل لكم بأن الفونكشنز هما هما واحد الاماتود ونفو دي الجارس كيف تقولي اي بروغرامي للانجوش اللي كيخليك بأنك تجمع وتدير رابين لوحد البزنس لوجيك دي الوحد البروغرام باش كيقولي 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 يعني كتقولي كتقدر تدير دي بارامتر عنيفو دي الفونكشن ديالك وتتويكيهم ولا تتمودي فيهم ديبون الوحد البرامتر سبيسي فيك اوكي بلما نطول في الانتروضاكشن ارى شوفوا شنو عندي في سلايد هنا في سلايد هنا عندي واحد الفونكشن وغد نحضر على كيفش كتكتب اللي كتكالكولي الفاكتوريال ديال 100 هنا قد نكالكولي على 100 نقدر نكالكولي الفاكتوريال ديالأي نمبر ولكن كيفما كتشوفوا هنا بأن هاد الفونكشن اشنو فيها فيها واحد الانصام ديال كيفما قلت لكم من قبل بأن الفونكشن كتدي واحد الرابي وكتجمع واحد المجموعة ديال في بلاسة واحد واحد البلوك واحد اوكي عندي بلاما تفوكاليزو بسفعال لوجيك ديال الفونكشن مي لوجيك كيف عندي كبروغرامر هو بغيت نكالكولي الفاكتوريال ديال نمبر دونك ديال داشت الرابي ديال واحد الفونكشن ودرت لي هاد الكالكول الكامل مزيان اي في الاخر اشنو غادي يكون عندي كيفما كتشوفو هنا ا piece of program دونك كتشكالكولي فاكتوريال كتشكالكولي addition subtraction هاد طرف من هادك الكالكولاتوريز دونك الفونكشن كتشكالك برتياني a piece of program وحاد طرف نيفو ديال program وقدما دي كومبوزيتي قدمك يكون program ديال organize اي في الاخر كن جمعو هاد كيفما كتشوفو هنا wrapping a piece of program in a value دونك نبغيش تجعطيها number واحد اخر دونك ما كنش المشكل اي في الاخر كتبتشوريال كتبتشوريال واحد expression يعني كتشولي valor لكاش قدر تخدم بها من بعد وكيفما كتشوفو هنا غصطوكيناها واحد variable result اوكي اشنو كنقولو هنا فا دل كرم شفتوا بعنا كان واحد وكان واحد number هنا execute in a function كنقولو اما عقلو على هذا syntax لان كما تلقوه بالserve تقرأ بشي blog post وشي فيديو وشي حالك نقولو execute in a function canقولو invoking a function و canقولو calling a function لونك هاته تقريبا هم التارم اللي كيتستعمل بالserve من كنكونو كنهضر على function في javascript لون execute حالا لان هنا غير creator اي من بعد عيد تحلي هنا executator الى حيات التارم وهاد number عرف حالا كان اكتدي غير التارم ما احنا الواجه يكشيف هو execute لان كرينا functions باش execute اوكي اشنو عدنا هنا شوفوا basic terminology كيفاش كان قدرنا نكتب function في javascript اول حاجة عدنا function keyword هو اللي نحطو فيه البروغرام دي لان شوف بغير نكري function دونك هدا وحد اللي هو function تاني حاجة name دي ال function سمي هللي بغير يعني خاصة تكون explicit تشرح البروغرام دي لقد ما كنت explicit يعني حاول توضح مزيان دي ال function دي لك شك تدير باش اذا قرأت الكود من بعد ولي شك واحد دي الكود دي وقرأ يعرف و شنو يعرف فراموذيك الفنكشن شك تدير دونك هنا function name دي ما حاول ابت وزيف word في names تخدم uppercase ولا lower case so depending of style of coding اللي بغير نتش كش بي ولكن هذا يتعتبر function name و function keyword ثالث حاجة parameters ما قلت لكم هاد ال function خاصة غيد دخلو له ال parameter و ال value اللي غيكون مختلفين لان انت ما كتحكم في the value ما بغيش يش ديرها manually لان اللي بغينا من ديرهم manually ما غيش نخدم parameters يعني parameters رول دي هم هو من بعد تقدر تعطي function input و output تعطي هاد value و result لون فهد لدي two parameters N1 و N2 اللي بغيت ندير اللي هم الجمح اي هاد curly braces من بعد كان حلو ذاك curly braces اللي زاك رول باش كندير ذاك body body دي body ولا فحل لدي الجسم دي function كما في ندير statements دي هنا و في هاد الوسط هاد ندير اللي بغينا ندير فهذا كاعد addition شفتو بي عنا ندرج N1 plus N2 خليش هاد الparameters ودرج لهم الجمح كون كانت عندي subtraction غد ندير ناقص هنا اي او دون function body كما نشوف هنا body of the function هو هاد الوسط curly braces فهذا الكاش نو عندي كي باتشورني one statement عندي statement واحدة اللي هي return N1 plus N2 تقدر دي multiple statements حل ما بغيتي تقدر ما تدير هاد return ولكن general function objective دي تفتروني keyword وغد نشوف example دي function ما تفتروني تشيحات غير هو فهذا لك ادنا statement وحد اللي هي return او 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 نشوف هنا دو ك دي functions وحدة فيها parameters وحدة ما فيها parameters هذه اللي عاد لسا فيها two parameters تسميوها function with multiple parameters تقدر تدير حل ما بغيتي دي parameters وتخدم بها موصل function دي اي من بعد كيف ما كنتشوف هنا 12 وغير دي نلجمه هاد الفنكشن تانية عادنا function with no parameters ما كان تشي parameter واتعيط عليها من بعد هنا ادي بلا تشي مشكل غير هو ال values جيت انا ادرت هم manually هاد شي ما تنصحش به غير انا انا نعطيكم غير واحد لأكزامبل دي واحد الفنكشن اللي ما فيها تشي parameter يعني بتنوصل لكم ماشي بالضرورة واحد الفنكشن يكون فيها parameter هنا تقدر عندك واحد specific case على نيفو دي ال program دي لك باش تخدم function بلا parameter اوكي هنا عدنا دوكة تانية function كترة شوني value و function ما هدو الفنكشن producer a value لان كيف ما كتشوف هنا كيف يتوح function a two numbers عطيت two parameters وهو n1 and n2 ومن بعد دفتليهم return هنا دفتليهم الجمع n1 plus n2 ايفا شعية تتعليها هنا عطيتهم value هذه 12 غدت تولي linked n1 و 54 غدت تولي linked n2 وغيد دول لهم الجمع من بعد بما ان ادنى هدو return keyword ره return e 60 لان 12 زائ 50 60 60 60 اوكي هدو الفنكشن في هدو الكار function produces no value لان هدو say hi ما دي إلا جيت هنا وحاول تنستوكي هون نيفو دي ال variable عطيت undefined لان لان ما كانش هدو return keyword ما حد ما كانش هدو return keyword عدت execute هنا الفنكشن ولكن ما غدت return well لان ما كانش return keyword كان الدي كال لات قدرت بغيت خدم بال program دي الكبه التاريقة ولكن في business logic دي functions خاصة return value ما في هدو الكان او وفيد كم example دي function ما كان return value عايض على say hi مهدي غدت officially hi مهدي اوكي كان اكا واحدة اخر دي statement مثلا هدو return ولكن ما خدمت بتاشي express ما خدمت تاشي expression حيث n1 plus n2 دونك فحل اللي قلت قدرت واحد function ومدرت statement وحد return ومعطيت تاشي هاج اوكي اشنو غدي ترشوفني general غدي ترشوفني undefined لماذا لان ما كان ترش logic on بش اخد وحد leader general اللي دير كيف شك ي فونك شوني خدي اخدي انا وحد basic idea لل functions او نبدأ ونشوف هم كيف شك يتكشب و